اكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب على أهمية الدور الذي تقوم به لجنة تمكين الشباب في القطعين العام والخاص في تسليط الضوء على مبادرات تمكين الشباب وتنمية وتطوير مهارتهم في مختلف المجالات جاء ذلك خلال ترأس سعادتها اجتماع لجنة تمكين الشباب في القطعين العام والخاص حيث نوهت بالانعكاسات الإيجابية للمبادرات التي قدمتها اللجنة طوال الفترة الماضية على تمكين الشباب البحريني وتسليط الضوء على إنجازاتهم ومن أبرزها الشاب الاستثنائي مؤكدة أن اللجنة ستواصل تقديم المبادرات والبرامج التي من شأنها تعزيز دور الشباب في القطعين العام والخاص وتم خلال الاجتماع لطلاع على أبرز جهود اللجنة ومنها تشكيل فريق عمل مصغر تابع للجنة للقيام بالمهام التنفيذية الخاصة باللجنة إطلاق مبادرات الشاب الاستثنائية وتسليط الضوء عليه في يوم الشباب البحريني واعتماد مبادرات أولوية التوظيف للمتطوعين من فئة الشباب المتطوعين في مدينة شباب 2030 بالتعاون مع وزارة العمل وفي نهاية الاجتماع أكدت وزيرة شؤون الشباب أن المناقشات والتوصيات التي خرج بها الاجتماع ستشكل مرتكزا للانطلاق نحو تحقيق أهداف اللجنة مؤتمنية لكافة الأعضاء التوفيق والنجاح في أداء مهامهم